السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيت موقعين طب بي جين معتمدين على التحكير للصناعي واحد فيهم مخصص لطباء لا تدرج تستخدمه غير لو انت طبيب يعني ما يطلب منك معلومات وانت تسجل عشان يتحكد ان انت طبيب وبالك تتواصل مع قاعدة البيانات على مستوى العلم بحيث تتطلع على النسبة مثلا مرض معين انتشاره فقر الدم من الحاجات كلها وفي نفس الوقت تقدر انت تدخل بيانات المرض اللي عندك بحيث الزكاية الصناعي بيحل البيانات دي ويقدر يقول على مستوى العلم والله في حيثنا حاجة معينة الموضوع ته مهم جدا لان تمان قبل الكمبيوتر وقبل كده لما بدأ الموضوع الكولرا بدأ العلماء يسجلوا ان في انتشار للمرض اماكن معينة هعملوا خريطة وبدأوا يحطوا في الاماكن انتشار الامراض ومن خلال بدأ يظهر ان هناك مكان بالنسبة من الماء بطريقة يطوية وقال لك احنا قفلنا المكان وقفلنا المكان بدأت المية طل فالبيانات الكثيرة ممكن ان نحل المرض قبل ان يظهر ونبهنا ان نظر ان المنطقة نسبة الوافيات الاصفال بدأت تكتر لماذا؟ نسبة الكورف السن نبدأ نحل البيانات ونصل للنتيجة هذه فكرة البيانات الكثيرة وده موقع جميل جدا هناك موقع تاني اعرضه جميل وان شاء الله نتكلم عنه في فيديو مستقبل وان شاء الله نتكلم عنه هو اعتمد على الذكاء الاصناعي في ان انت تتكلم معي وتسأله لكن هو متخصص في الامراض ومتخصص في الادوية وده حاجة جميلة لكن هتقدي الكرسة يعني حاجة جميلة لكن هتقدي الكرسة الكرسة ايه؟ ان حاجة اعتمد عليه ان في ناس كتير يقول لك بدل من اذهب للدكتور انا هتسأله على الدواء المعين وهيجاوب عليه بيشو غضي بالنا ان جسم الانسان معقد انا بش هتسمع دواء وخلاص لا ده الادوية مع بعض ممكن تتفاعل وممكن تسبب امراض وما يفعش ان انا اعتمد على نفس ان انا اشخص نفس المرض ويأخذ الدواء تمام؟ وديكت من ده من الاسباب اللي قدت سبحان الله اللي وفات السودة العقاد انه هو لما مرد بدأ يكرا اكتر وبدأ يركز على النقط دي وبدأ يفتي نفسه بادوية وبدأ كادر تطلل حاجه هو يفتي حاجه تاني فيه حاجه من الاثنين لما تروح لدكتور ما يعرفش حاجه فهوش قدر يشخص معرضك بشكل حلو فيديك خمسة شهر دواء ويقولك يمكن دواء فيهم ينجح او بديك ادوية كتير او تروح طبعا انت توفرت كتير في الفلوس اللي ديتها للدكتور لكن صرفت كتير في الادوية بواسط جسمك او اروح لي دكتور ممتاز فعرف شخص المرض صح فاداني دواء او اتنين الجسم يخف عليه فانا دفعت كتير عند الدكتور لكن وفرت الاسعار بتاعت الادوية فجسمي بقى كويس بدلا ما الجسم بياخد ادوية كتير الادوية تتفعل مع الجسم الانسان ما تخيلش ان هي بتدخل بتصلح كل حاجة ممكن تصلح حاجة ويكون لها اثار جنبية كتير لما تاخد ادوية كتيرة واثار جنبية كتير ده يكون ضرر ممكن الادوية تتفعل مع جسمك ممكن يكون مضرة مثلا للي عنده السكر او عنده كذا فالدكتور مش بياخد حاجة او عنده دراية بحاجة كتير وش كده بيطلب منك تحليل فاتخيل ان انا دخلت مثلا وارتلو عندي مثلا حاجة معنا فوصف لي الاسبرين والاسبرين بش كويس للحالة التحتي بش كل حاجة تفعل كل الناس يعني في ناس كتير مثلا مؤتمد على الحجامة تمام؟ وش ندخل في قصة هل هي مصنة اغلب الحديث بش بتحس على الحجامة قد ما بتذكر انها موجودة او انها من ضمن الادوية اللي موجودة اغلب الحجامة لو انت عندك مشكلة في الدم وعندك سورة تنسيب الدم عالي ده ممكن يقدي الموت وحصلت مع حد عرفه كان هو بيعمل الحجامة ووالدته كان عندها مشكلة في كده فمجرد لمس لقد دم كله بفاجر مش عارش بقافه ازاي تمام؟ فلا الاحسن ان انا اروح لدكتور والدكتور هو اللي يستعيم بالذكاة الصناعية انا مش بغرب من ذكاة الصناعية وبحربه لكن استخدامه لازم يكون عن طريق حد متخصص او ممكن يديني حاجات كثيرة مضرة تخيل واحد مثلا يقول لك انا مش استعيم بالمهندس او استعيم بالذكاة الصناعية انا بروح الانسان والانسان هو المهندس يستعيم بالذكاة الصناعية عشان طبعا ببيت انا استعيم بالذكاة الصناعية يعمل لك بيتشكل حلوة او يجبك لكن ما تقش تسكن فيه فانت صرفت افتوس كثيرة على البلد لما دخلت فيه لقيته غير صحي الناس يضع لك شبابيك الناس يضع لك بواب او لط من شباك او لط من شباك الناس يضع العيش لخبازه ولو اكل نصه وانت عايز توفر فتتلب عليك وتلاقي نفسك اهضرت الفلسفة تحتك لا اضع روح لحده متخصص وقال له والله استعيم بالذكاة الصناعية كما انت عايز لك او صرف للوصف صح ويقول له هتندق بعد كده لابسك اتصرفت كثير في حاجات تانية وغفرت فلوس الاستشارة او الكشف لكن ده ادى لاضرار فنخلي بالنا ويعني ممكن تاخد وصفة غلط دي اهم حاجة ممكن تاخد وصفة غلط ممكن يقول لك وصفة متنفعش ممكن يقول لك على حاجات مضرة انا بكلم معاكم لا سليمة لكن ما تنسبش حالتك متنسبكش او لابسك حالتك ممكن يقول لك اسهال ويمساك يأتيك شيئا جيدا لكلامسك فنكتب ربنا في نفسنا على اساس الموضوع خطير بالشيزار